ورحمة الله وبركاته من هو اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك أصدرت مديريات الشباب ورياضة بالجيزة بيانها بشأن اللجنة السلسية الجديدة والتي تتكون من مدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي وجهت أسماء اللجنة السلسية الجديدة على اللحوة التالي اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا أحمد فواد الوطن مديرا ماليا أيمن عبد المنع أبو السريع مديرا للنشاط الرياضي وعقب الأعلان عن الأسماء السلسية تساءل العديد عن ما هي اللجنة وأعضاؤها وخاصة اللواء حسن موسى الذي يدير النادي تنفيذيا يعتبر اللواء حسن موسى أحد أبناء نادي الزمالك وليس بجديد على النادي خاصة وأنه تولى منصب نائب مدير عام نادي الزمالك خلال الفترة الماضية كما تواجد حسن موسى عبد الكافي في لعبة الهوكي حيث يعد رئيس التاريخي لجهاز الهوكي بنادي الزمالك ويعدلوا حسن موسى أحد أبناء وزارة الداخلية والذي تولى مهمة رئيس قطاع الهرم للقوات الخاصة الجديد بالذكرة أن مجلس إدارة الزمالك تقدم باستقالته إلى وزارة الرياضة بعد أعلان استقالة جماعية يوم السبت الماضي قبل أن يستقيل المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي إن شاء الله الرئيس المنتهب يكون من الوجود الجديدة ويكون اللواء جيش كلنا هنسمع عنه الفترة اللي جاية إن شاء الله علشان كل واحد بعد كده يلزم حدوده ما هم مش هينفع معهم غير الوقات سواء جيش أو شرطة علشان تلاقي تيتو دلوقتي بيخبطوا عليه ويقولوله اطلع يا تيتو فيه اللواء حسن موسى ويقول لهم أيوة أيوة اطلع يا زاكي اطلع يا زاكي فيه حرامي فيه حرامي في السلون اللي هم أيوة هوتيتو عامل كده إن شاء الله يعمل أكتر من كده لما ييجي رئيس النادي المنتخب اللواء كله هيعرفه بكرة وبعده ولواء جيش